على الحفل هذه اللي نذكر يكون يوم 6 جوان بالمسرح البلدي بالعاصمة المتوى جيت فقرة ضيف المتينال ضيف المتينال اليوم واسي محمد انخيلي أستاذ قانون بنكي ومدير مركزي لشؤون القانونية بأحدى البنوك مرحبا بيه أهلا وسهلا بيك سي محمد مرحبا بيك نبيلا مرحبا بالسيدة المستمعين وسعيد بني واجمعنا نوياك نفس البلاتو بعد أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة بالضبط أنا عرفته سي محمد انخيلي قبل ما يولي مختص وخبير في الشؤون القانونية والبنكية في منوعة شمس الأحد خدمنا مبعضنا في شمس الأحد مع هلا روك بدينا جهولها تحية كانت أسمع فينا أصباح ووقتها أنا مزلت طالب حتى أنا مزلت طالب وبعد قدش من سنة عاودوا نتقابل أكثر من 20 سنة اليوم أنت بحذينا اللزوز نقاط مهمة جدا الجمعة اللي فاتت كنا استقبلنا رئيس مجلس المنافسة استقبلناه صباحة الإعلان على خطايا تناهز 142 مليون دينار على 17 مؤسسة بنكية لأنهم خالفوا القانون قانون المنافسة حسب اللي صرح به وقتها رئيس مجلس المنافسة وقتها تحدثنا على الفوائض اللي خذوها البنوك على الناس اللي أجلوا خلاص قروض متاحهم في فترة الكورونا والمستمعين تفاعلوا عن طريق صفحتنا وسألوا قالوا أي والمواطن شنو مش يربح من القرار هذا بترجع له فلوسه هال 142 مليون دينار اللي خلص الأخطية متاع القرض مش يسترجع أمواله ولا ليه فحبينا أن نوضحوا القرار هذا هو قبل كل شاي بش نحط الأمور في إطارها القانونية هو قرار ابتداء الدرجة صادر عند مجلس المنافسة ومجلس المنافسة هي هيئة شبه قضائية تعهد إليها معناها الاستشارات من الحكومة فيما يخص قانون القوانين المنافسة والأسعار كما يمكنها بحكم تركيبتها أنها متكونة منقوضات وكل التعهد التلقائي في كل المخالفات اللي تتعلق بالمنافسة وبالأسعار التعهد التلقائي بعد الكورونا على إثر للغبوغ متعليك في ديمة التأجيل خلاص قروض القرض اللي عملتها البنوك وقته كوسيلة تسهيل للأبدات مع الحرفيين والتجار والشركات ومشيت حتى للأفراد اللي أبدأوا رغبتهم في أنه يتم التأجيل واللي ما حابش معناها أعلم عن رغبته صراحة ما تم التأجيل القرض أيما وقتها ما صارتش به الشفافية اللي تحكي بها أنت لأنه الفترة كانت فترة كورونا تسكرت الدنيا تم الإعلان على قرار تأجيل خلاص القروض الناس ما كانتش تعرف اللي يلزمها تمشي تطلب التأجيل يعنيها العبيد معظمهم يسخلوا لي الحكاية بطبيعتها صارت هي صارت بطبيعتها واللي يرغب في اللي يبدي رغبته في عدم التأجيل هو اللي يطلب عدم التأجيل صارت بطبيعتها ووقتها في ظل اللحظة وكذا وكل شيء وما صارش فما وقتها كلمة نشير متاع التفسير على خاطر كل روبور مربوط معناها بمنظومة معلومتية اللي أوتوماتيك موبس وظف عليه فواضم غير ما ندخلو احنا في في تار معناها توا الأمر منشور معناها تنشرها من مجلس المنافسة تصدر فيه حكم ابتدائي ومعناها المطاعن بشكون تكون أمام القضاء نقوله حكم ابتدائي يعني هو قابل للإستئناف بتبع قابل الإستئناف أمام المحكمة الإدارية دونك الحكم ضمن خطايا مالية جملتها 142 مليون دينار ومتراوحها على البنوك فما معتها ما بين المليون و800 ألف دينار توصل حتى لعشرين مليار معناها فما حتى خمسين مليار على حسب الشيفر دافئة متاع البنوك دونك هذو ما الاختاعتها ابتدائيا ما زال الحكم لا تلخص لا تلشر لا تم أعلن به البنوك ولا الكل وانكو بعد نتصور بشي ما زال يصير الإستئنافة أمام المحكمة الإدارية معناها حتشايمه نهائي إلى حد الآن هذا مبدأ دستوري مبدأ التقاضي على درجتين وبعد فمحكمة التعقيب هي محكمة قانوني إذا كان فمشكون يمشي للتعقيب معتها بعد السناف والتعقيب وكل المواطن باقي تسأل أنا كمواطن شنو مش نستفيد كمواطن إذا كان ثبت أنه العملية مخالفة كما أصدر في البلاغ متاع المجلس فأنه معتها أصدر أمر للبنوك المعنية بالكفة عن المعتها لبراتيك هذو ما فقط بالكف يعني ما ترجع ليش الخطايا المواطن اللي يتفعل الخطايا ما ترجعلوش ماش خطايا هي المواطن اللادوكم اللي يزاجون تعال أي هما شفوا اللي التوى ابتدائيا اللي هي مخالفة نونك تتمشي مخالفة كهو كهو يقف الحكاية غاديك باهي نرجع الموضوع آخر اللي هو زيدا مهم ولي ماذا بينا نفهموه أكثر اللي هو الفصل أربعمية وحدش هذي متاع المجلة التجارية تم الحديث عليه برشا البارح السيد الرئيس الجمهورية في لقاءه مع السيدة وزيرة العدل تم الحديث زادة على الموضوع هذي على مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشكات اللي يجب أن يكون قائم على توازن بين كل الأطراف الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية ويجب أن يقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي واللي يخلف ضحايا كما قال السيد الرئيس الجمهورية خلال استقباله للسيدة وزيرة العدل ليلة جفال بقصر قرتاج أكد على ضرورة أن يكون المشروع هذي قائم على التوازن المنشود وفي نفس الوقت يكون مكمل وموضح ورافع لكل لبس يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وأوضح رئيس الجمهورية التي المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازنة ولا عدلة فيه هذي نبدأ بالفصل 411 من المجلة التجارية هو الفصل اللي تم عرضه بمجلس نواب والبارحة رئيس مجلس نواب عرضه على لجنة التشريع العام اللي هي بيدها كانت قامت بسماعات معتها عامل تالي عايتت الجميع الأطراف المعناية من بنوك عدو الإشهاد المداخلين كل عدو التنفيذ المداخلين كل معناها اللي تعاملوا بالشيكات بشتسمع رايهم حول الإشكاليات المطروحة شقول الفصل 411 من المجلة تجري؟ هو فصل 411 القديم هو متعلق بالعقوبات عقوبة السجنية؟ بالعقوبات المتعلقة بجريمة إصدار الشيكات ولا الشيك دون رسيد ولا تدليس واللي هو الفصل 411 جديد المشروع متاعه يحط من العقوبة السجنية من خمسة سنوات إلى سنتين السجن مع تضمنوا الأحكام الجديدة منها أنه إمكانية الحكم بالخدمة المصلحة العامة إذا كان ما فهماش عاود معها إذا كان مش يكون أول مرة وإمكانية ضم إذا كان ما فهمه عديد أحكام السجنية متعلقة بعديد الشيكات إمكانية ضم الأحكام لبعضها مع أنه إذا كان الأحكام يفوت عددها 20 سنة الحط منها للنصف العشرة السنوات وإذا كان أقل من 20 سنة معناها زادة كيف كيف يضم والحط منها لسنتين يعني في الأخر ما تمش إلغاء العقوبة السجنية كما مشافي بالبعض المتابعين جوستو مو هو ممكن فهمه اللي كانوا ينتظروا إلغاء تام العقوبة السجنية اليوم كنقرأوا شرح الأسباب يقولوا العدد المسجونين ضعيف مايفوتش الخمسة مئة عكس ما تم التداول متاعه هذا من الناحية من الناحية أخرى عدد الشيكات الراجعة دون رسيد ماهوش برشا 0.4 من إجمالي الشيكات اللي تم عرضها على الخلاص كوسوى بالمقاسة الإلكترونية ولا بصفة مباشرة وضمانا زادة لحقوق المستفيدين من الشيكات ما تمش إلغاء العقوبة السجنية لكن تم الحط منها ويجات إليات بديلة مع زادة سمحني نبيلة تحميل البنوك لمسؤوليتها هذا اللي كان يقول قاله صيد الرئيس يتمثل فيه أنه إذا كان البنك عود الحارف على أنه يغطيه ولا أنه عنده معتها ديكوفير معين متعود أنه يقومه ولا عنده اعتماد ينجم يغطيله الشيك بتاعه وإذا كان ما غطاهش ورجع دون رسيدة دا حكام زادة على البنك باختيار قدرها 40% من مبلغ الشيك شيء هذا من ناحية القانونية نجم يطرح عديد من التساؤلات منها أنه كيفية الإثبات إذا كان فما قطع تعصف يصار ولا ما صارش على قطع طوى عديد القضايا الأصلية المنشورة أمام المحاكم في القطع التعصف في الاعتمادات هنا يلزمها خبير بشيشوف يندراء في شؤون البنكية إذا كان القطع تعصف ولا مش تعصف ما هو مفهوم القطع التعصف ما هو مفهوم القطع التعصف على خاطر أنا مثلا نجي اليوم نعطيك اعتماد نقول لك أنت عندك وتصير للتجار نعطيك تغطية في حدود مثلا جو دينا بوقتك ومئة ألف دينار بش أنت تنجم تغطية شكات وتخدم وجيب سلعة وكل شيء إذا كان أنت ما عندك شرسيد فأنا نغطيك في حدود مئة ألف دينار لكن هالتغطية هذية تكون شريطة شريطة قيامك بعديد من الأعمال مثلا أنك تعمل توتين للشفر دافير متاعك في البنك هذيك وقالت نجم مربوطة برهن مثلا اليوم إذا كان يتبين أن الحريف لا يوطن الشفر دافير متاعه معتها كل مدخول متاعه بالتجارة في البنك الذي يعطاه الاعتماد ويتعامل مع بنوك أخرى لا يعطيك الاعتماد ولا يخبي في برتي ويضع في برتي هنا يتسمع أخل بواجبه التعاقد وسعط العقد اللي مبينيتهم ينص على أن الاعتماد يقف معتها بالوقت هنا على حسب العقد يكون البنك مخالف لكن الحريف يمشي يقول لهم قطعوا تعصفين الاعتماد ورجعوا لي الشيكات ونظريت هنا المحكمة تعين خبير بش يشوف الضرر وبش يشوف يندراج كون اللي أخل بواجبته اليوم هالقاضي دائرة الشيكات مخاول لها بش تنجم تنظر في حاجات كما هك وإلا يقف النظر في الشيكات بدون رسيد لحين نتعدى القضايا الأصلية نحن كمقتصين ورجال قانون نقول ويندراء في الحالة هذي شنو اللي بش نجم تعم وكيفية إثبات القطع التعصف هذا من ناحية من ناحية أخرى قبل الوقت نحن قاعدين العبد كل تحلل اللي هذا من منشرته قبل معتها منشوف ومشروع القانون كنا نحكيه على الصبول بديلة للشيك إذا كان تم ترح العقوبة السجنية بصفة كاملة وفمشكون اقترح حتى الشيك الالكتروني اللي هو اقتراح مش خائب يعني هاي يظهر لي اقتراح جيز الشيك الالكتروني صحيح اقتراح جيد ومن شأنه أنه يعطي ضمانة للحريف وللتاجر وللمنظومة ككل معناها تقعد تقت لكن اليوم بصفة القانون وقتها وكل شيء تم ترح الفصل 411 بالصيغة هذية واللي نفهموه البارح من اللقاء سيد الرئيس مع سيدة وزيرة العدل أنه فما في وصول أخرى سيتم تنقيحها بعلاقة بالشيك في المجالة التجارية لكن اليوم فصار الاستعجير نظر الفصل 411 حتى نقطعه مع المشاكل الاجتماعية اللي يعملها تلقى عباد مزيونة بمئات سنوات من السجون معناها نحن نتعود نشوف فما خطوة إيجابية أنه في المرة الأولى فما إمكانية العقوبة البديلة فما إمكانية الضم فما إمكانية كذا لكن لكن الخوف وكل الخوف أنه يحل باب صغير معناها للمحترفين تحتحيل لك أنه يقول لك اليوم النجم نجيب عبد مثلا صغير في العمر ما يعرج ونعمل باسمه شاكت كون دون رسيد بمطلان كبير على خطر القانون ما رتبش عقوبة متناسبة مع المبلغ في الشيك دون رسيد ويقول لك كذا معناها أول مرة وتعني أنه يخو عقوبة بجل فهمت فما برش نقاط هي وتطرح نفسها مثلا هل أنه عقوبة السجن تكفل لمتحصل على الشيك هذي أنه يخذ فلوسهم بعد لأ هذه النقطة الأولى يعني ما حالي نشي الأشكال ثانيا كما كنت تقول أنت فمش بلافون تعشيكت فعنيت نجم تأتي أي مبلغ أنت تحب علي فما نقطة ثالثة هيك الشيك الضمين نشي رينا حاجة نشي موبيليا لداري خمسة ملايين نعطي شيك ضمين خمسة ملايين ونعطي أقصات لكن الضمين هذيك يقعد ضمين ولا يتصبك يتصب كيف ممنوع قانونيا تم التأكيد عليه كل من أعطى سك بصيفة ضمين وهو ما يعلم اللي مفهمش الرسيد متاعه ما يتعطاش هو الشيك وسيلة خلاص حيني موش وسيلة قرض أيما الناس تتعامل به لليوم والتجار يتعاملوا به زي دون والتجار ومؤسسة استشفائية وكل شايد لون كل يوم القانون كان صار إذا كان يطبقوا بحذافره بيش نقطعوا مع الشيك بسيبتوا ضمين وأكثر حاجة نجم تقطع هي روش الشيك الإلكتروني على خاطر الشيك الإلكتروني هي ماتها يقتضي أنه ماتها تطلع حينيا على المؤونة الموجودة فيه لكن ممكن بيش تعملوا لازم فهمة معناها منظومة كاملة بيش تعمل بل على قل من ستة شهور لعام على إذا كان في أحسن السيناريوات ممكن تدريجيا نرى إلي إحنا ماشيين لإلغاء العقوبة لكن بالتدريج توا ما تنجمش تلغيها وأنتي ما عندكش منظومة حاضرة توا للشيك الإلكتروني ولا حاجة أو كأننا نخفضوا في العقوبة مع تنقيح الفصول الأخرى وعلى أقل بيش نحدوا من الوثيرة خاصة وأنه في شرح الأسباب كما قلت لعدد المجونين ضئيل ضئيل معناها 500 عليش ما نلغيوش الشيكات تماما ما تنجمش تلغي الشيكات من الدورة الاقتصادية على خاطر أنا الكمبيلات الكمبيلة هي وسيلة قرض أضمن ولا لي لي مش حكيت ذا أضمن هي الكمبيلة هو هكا المنظومة القانونية متاحهم الكمبيلة هي وسيلة قرض ويتعاملوا بها التجار الكذامين وكخلاص مؤجد معناها أنا اليوم نعطيك الكمبيلة ونقول لك راني باش نوفر لك المأونة من بعد عام بعد ستة شهر ونأخذ من عندك سرعة نبيحة باش أنا كنبيحة وهي مش الربح متاعية ذاك هو النجم نخلصك بي مش نفس الشيء بالنسبة لشيك إذا نعطيك أنا على أقصات ونقول برغب ما تصب ليش توا هو علش تعملوا الشيكات علش توجدوا في المنظومة التجارية ونبعد القانون نخذيهم من المعاملات التجارية القانون في مجالة تجارية كي تتعرف الكمبيلة والشيك هما لكن كل واحد عنده وظيفة السك هو وسيلة خلاص حيني معنا كي نعطيك حتى ممنوع أن يمش نحط دات أخرى حتى كان حتيت لك دات تمشي أنتي أفوة معناها تمشي للبانكة تصرفه لك يبدأ شي محطوط مش يكون أحسن استعملوا بطاقة الإلكترونية في الحال هذية كي ما في بعض البودين من الحل نجم فما زادها بالبرة فما شكون ما يستعملوش شيكات معناها شيكتا مويند لوكس يعملوا لزوم دافير بشي عملوا صفقة كبيرة بالذبط لكن تلقى الكاخ دوك خيدي اللي أنتي مثلا حتى كان بش تمشي بتاخه بأقصاد تحط البطاقة متاعك وهي تقصت لك مثلا بشي شري تلفزة تقصت لك على أربع خمسة شهور وكي أنه صارت عملية قرض لكن قرض عن بعد إلكتروني معناها بالبطاقة متاعك لكن اليوم المشكلة اللي فما بعض المؤسسات اللي تفرض على المحريف بشي عتي الشيكات فما تجار زادها الشيكات على خاطر تعرف اللي فيه العقوبة السالبة الحرية ممكن فيه أكثر ضمان للخلاص بالنسبة اليوم وذلك علشان حرف الشيك على مساره من وسيلة خلاص حيني ولا وسيلة ضمان وذلك اليوم إن شاء الله القانون 411 الفصل الجديد يرجعوا بحسن التطبيق بتاعه يرجع الشيك الوظيفة الأصلية وشيئا فشيئا إذا كان نمشي نحو الشيك الالكتروني فقطعا ما عاد شي كوالي وسيل الضمان بدت في انتظارنا نمشي نحو الشيك الالكتروني اللي الحكاية زمها وقتك ما كنت تقول كخبير في القانون البنكي بش تنصح الناس أنت تستعمل شيكات ساعة نستعمل شيكات بش تحفيت وقالة في صفقة به لا 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 أنا مواطفين لكن بش تخلص إذا كان بش تخلص كوسيلة خلاص حيني ما الحق نحاول أقصى ما يمكن ما استعملوش كوسيلة ضمان لكن اليوم ساعات لكلنا نمشي للمؤسسات الشفائية الخاصة دي ما يقول لك خلي شيك كارانتي ما قد ممنوع ما هو ممنوع ما يتلبوه ما يتسمحني ساعات الظرورات تبيحوا المحظورات إنسان إذا كان عندو شكوم في اختار وتلقى شكوم مش يقول له هيت تعطيني شيك سينو من العملية ما تسيرش وللي هو وقتا يلقى روح دون لبليكاستو لكن إذا كان كل مواطن ويعي يمشي يعلم على وهو مجلس المنافسة اليوم دعوة لي لتعاهد تلقائيا في البراتيكا ذوما إن شاء الله ما تلقاش خطر كان كل مواطن يقف ويقول لي راهوا وبتتبتي راهوا نقضيوا عليها نقضيوا على الظاهر على الظاهر المخالفة للقانون لكن الحق متعربي أنا كمختص تنصح باستعمال البطاقات البنكية أكثر فهمت الشيكين الضرورة القصوى وكهو على ذكر التبليغ لمجلس المنافسة عندكم 80191 دي هو رقم أخضر لتبليغ على المخالفات من نوع ذي شرك ضمان وغيره نشكرك بارشا سي محمد نخيلي أستاذ قانون بنكي ومدير مركزي لشؤون قانونية بأحدى البنوك شغل نهاركا سعد لين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم